في مخيمة تندوف بالجنوب الغربي لجزائر تتواصل الاعتصامات والاحتجاجات ضد قيادة الجبهة التي تحكم قبضتها على الساكنة أكثر من مئة شخص كلهم منحدرون من قبيلة ولاد درارين بدأوا مسيرة في اتجاه مقر وكالة غوث اللاجئين قبل الانتقال إلى ما يطلقون عليها اسم وزارة الصحة حيث وصلوا حركاتهم الاحتجاجية المتظاهرون يطالبون بفتح تحقيق حول ملابسة هروب السجنين ديولد محمد لذغف في العام 2013 وديد ديولد عثمان بامبا الشهر الماضي من سجن ذهيبية سجنان الهاربان كان قد حكم عليهما بالمؤبد في العام 2004 لتورطهما في قتل تاجر سابق بالمخيم والذي يطلقون عليه اسم مخيم اسمارة وهو ايضا احد ابناء عمومتهم ويدعى ولد البخاري بامبا